كيفية خدمة المرأة؟ ما هي شروط الخطبة؟ ما الحقوق التي تترتب عليها الخطبة؟ ماذا يترتب على إنهاء الخطبة؟ هل يجوز أن أخطب امرأة خطبها أحد آخر؟ كيفية خطب امرأة خطبها؟ تعالوا بنا في هذه الحلقة إن شاء الله نناقش قضية الخطبة لأنني كيفية خطب امرأة خطبها؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في حلقة جديدة من فتي دراء حديثنا اليوم إن شاء الله للأهل والشباب والفتيات عن موضوع الخطبة الخطبة هي عبارة عن وعد بالزواج ويأتي الوعد بالزواج بمعرفة ولي الأمر فإذا وعد الشاب الفتاة بالزواج بدون معرفة الأهل فهذه ليست خطبة ويأتي ترجمة نانسي قنقر وتبدأ مرحلة الزواج بمرحلة الخطبة وهي معرفة الزوجين لبعضهم البعض والتعرف على أخلاق بعضهم البعض وكذلك التقارب بين الأهلين الأمر الثاني في موضوع الخطبة أن أتأكد قبل الخطبة أن هذه المرأة لم يخطبها أحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصانا لا يحل لأحدنا أن يخطب على خطبة أخي فمهما كنت تحب هذه المرأة وعلمت أن أحد تقدم لزواج لها لا يجوز لك أن تتقدم لخطبة أخي فلابد عليك أن تنتظر إذا أكملوا الزواج فأنت تبارك لهم وإن لم يكملوا الزواج في هذه الحالة يجوز أن تتقدم لخطبة أخي في مرحلة الخطبة يتم الإتفاق بين أسرتي الزوجين يتم الإتفاق على المهر على كيفية حفل الزواج على متى يكون حفل الزواج على بعض الهدايا أو بعض الأشياء الأخرى وهذه الإسلام جعل فيها متسعم كبير يمكن أن يكون واحد دولار ويمكن أن يكون مائة ألف دولار لكن بشرط أن نعرف أن من أقل مهران هي أكثر بركة الأمر الثاني عدم المغالاة في المهور لأن هذا يصعب الزواج ربما الزوجين يتفقوا لكن الأهل لا يتفقوا وهنا المسؤولية تقع على الوالدين كلما تصعب الحلال يكون الحرام سهل لكن لا يمكن أن يكون حفل الزواج على الوالدين يمكن أن يكون حفل الزواج على الوالدين هناك متسعم في الحفل والزواج وكيفية الزواج لكن المغالاة والتفاقر أمر لا يحبث الإسلام في حالة الاتفاق بين الزوجين لا بد التسير في هذا الأمر ولذلك يمكن أن تكون الخطبة عبارة عن خاتم ويمكن أن تكون عبارة عن قدر من الذهب كبير وليذلك أنصح كثير من الآباء أن يتساهلوا في قضية الزواج وأن يتساهلوا في قضية المهور ويتساهلوا في قضية حفلات الزواج لا يترطب على الخطبة أن يخلو رجل بالمرأة؟ في هذه المرحلة لا يترتب عليه شيء كالزواج وحقوق الزوجة فأقول للبنات والشباب هذه فترة خطبة ليست فترة زواج ومن تعجل على ثمر حرم منها والمرأة التي تسلم نفسها قبل الزواج لا تسعب بعد الزواج كثير من الحالات سمعنا عنها كانت سبب في فشل الأسوة لا يجوز فيها للرجل أن يختلي بالمرأة؟ لا يجوز في هذه المرحلة أن يخطب الرجل على خطبة أخي أما المرأة التي تلقت وأراد أحد أن يخطبها فلا يجوز أن يخطبها قبل أن تنتهي عدتها فإذا كانت المرأة المطلقة حامل فعدتها حتى تضح حملها وعدة المرأة المطلقة الغير حامل ثلاثة قروب أما المرأة التي متوفرة عنها زوجها إذا أراد أحد أن يخطبها فلا بد بعد انتهاء عدتها أربعة أشهرين وعشرة أيام انتظرونا إن شاء الله في الحلقة القادمة نبدأ في حقوق وواجبات الزوج والزوجة إن شاء الله في الحقوق وواجهت هنا المرأة التي تتعالى أن تتعالى أن تكون مدتقة المرأة في الحلقة تبيل ترين الدريق عندما تتعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة